إيه هي أهم أعوامل أو أسباب نجاح هذه المبادرة بما نحن نتكلم عن تخريج أول دفع يعني كلمينا المبادرة دي عملت إيه مع الشباب أهلتهم لإيه سادتهم في إيه طيب مبادرة المراكز المجتمعية الرقمية دي بالتعاون مع جهة منظمة من المنظمات معلي الوزير دكتور أشرف صبحي افتتح المراكز المجتمعية في عام 2023 8 مراكز المجتمعية في محافظة القاهرة والجهزة والأليوبية تديني أول مرحلة على 3 محافظات كده اللي هي القاهرة الكبرى كل سنة إن شاء الله هنكمل المشروع لحد 3 سنين هنسود عدد المحافظات مراكز المجتمعية دي فانت بتبقى داخل مراكز الشباب الجهة اللي معنا يمكن إحنا كوزار الشباب برياضة ودكتور أشرف صبحي بيهتم بالشراكة مع المؤسسات والمنظمات والوزارات الحكومية عشان يبقى فيه تشابك وأن المشروع يطرع في الآخر ماجح للشباب ونفيد أكبر عدد من الشباب مراكز المجتمعية دي تم تأسسها جوة 8 مراكز الشباب في القاهرة الكبرى المركز بيحتوي على أجهزة كومبيوتر أجهزة حسب آلي حديثة شبكات انترنت الشباب بيتم تدريبه فيها داخل المعامل يمكن فيه شباب في البيت ما عندهمش شبكات انترنت والتدريب بيبقى عالي ووقت كبير فإحنا بنتحلهم جوا مراكز الشباب أن فيه شبكات انترنت داخل المراكز الرقمية المجتمعية بياخد التدريب جواها والتدريب الكورسات دي تبقى على منص الكورسيرر العالمية ممكن كنا متهدفين أول سنة عدد 400 من الشباب تم تخريج 100 الأسبوع الفات بحضور معالي الوزير الشباب ورياضة ومكملين إن شاء الله دفع جديدة في أول عشرين أربعة وعشرين وهيتم افتتاح مراكز برضو أكتر يعني هنبدأ في فصل برضو مركز شباب المشابك احنا الثمانية موجودين في مركز شباب الشيخ زايد مركز شباب ستة أكتوبر منتدى شباب ستة أكتوبر مركز شباب عن شمس مركز شباب المعادة الجديدة مركز شباب حلمية الزتون مركز التعليم المدني في العاشر يعني واخدين من كل منطقة مركز شباب فتحنا فيه مركز مقطعي واحنا النهاردة نتكلم عن المشروعات المتعلقة بريادة الأعمال النهاردة وصارت شباب الرياضة انطلاقا من مركز الشباب الموضوع بقى بالنسبة لها يعني نقطة بالنسبة لعدد كبير من الشباب إن هم يبدأوا من خلالها مشروعاتهم إزاي سهمتوا في ده؟ من سهم إن احنا القبلة بننشر ثقافة العمال الحر ويمكن دكتور أشرف اهتم بملف التمكين الاقتصادي للشباب من خلال إن احنا نشتغل على برامج رياضة الأعمال فأدينا ندوات لنشر ثقافة العمال حر بعدها أدينا برامج في رياضة الأعمال مثل برامج ابدأ مشروعك بتعاون مع جلسة المشروعات الصغيرة ومتوسطة وبعدها بندي برامج إزاي يكون رائد أعمال مبدع بندربه ونأهله ونوصله لمرحلة ما قبل الاحتضان حالياً معالي الوزير هيفتتح حاضنة رياضة أعمال في مركز شباب المدينة نصر وده هتبقى أول حاضنة حكومية بالتعاون مع أكتبات البحث العلمي يعني بالساعد بتمويل الحاضنة وهتبقى جوة مراكز شباب يعني أول حاضنة تبقى داخل مراكز شباب يمكن إحنا جوزار الشباب وفي فترة إنجازات دكتور أشرف صبحي اهتم من مراكز الشباب تبقى مراكز مجتمعية ما يبقى الشاب داخل عشان يلعب أو ملعب أو كورة لا ده الشاب بيخش كمان ياخد تدريبات تأهله لسوء العمل بياخد تدريبات اقنشطة بياخد برامج بينفذ المبادرة بتاعته جوة مراكز الشباب بنتهي مبادرات مجتمعية جوة مراكز الشباب مركز الشباب جوها أنديد سكان أنديد فتاة ومرأة جوها أندية أخرى يمكن برضو معالي الوزير وقع برتوكول مع منظمة الفاو عشان نفتتح أندية زراعية جوة مراكز الشباب فمركز الشباب ما بقاش رياضي بس لا ده تأدريب وتأهيل وتوظيف برضو بيننفذ جوة مركز الشباب ملتقيات توظيف للشباب الخارجين في كل محافظة يعني كل شهر بيننفذ ملتقى كبير بيفتتحوا معالي الوزير داخل محافظة من المحافظات وبيبقى داخل مركز الشباب وبنجيب في شركات من القطاع الخاص بتبقى محتاجة شباب للتوظيف وبنأعلن عنها ونجيب الشباب وبيتم توظيفهم من خلال الملتقى التوظيف